إذن تم تصنيع الفيروس كلورايد إذن المرحلة التي بعدها هي التصفية إذن الفيروس كلورايد فيه الشوائب فيه الكربون كشوائب هذه كلها نحاول تقليلها إذن عملية التصفية نضعها في هذا الإناء إذن الفيروس السلفيت الناقي كما ترون هذا هو ونعرضه لدرجة حرارة أو أشعة الشمس المباشرة لكي نتحصل على الكريستالز يعني البلورات الفيروس كلورايد ثم تأتي مرحلة تصنيع الفيريك كلورايد إذن هذه العملية التنقية الفيروس كلورايد إذن نترك المحلول الفيروس كلورايد لكي يتبلور نتركه على الضوء المباشر أو في الحرارة على حرارة درجة الغرفة لكي يتبخر منه الماء فنحصل على بلورات فيروس كلورايد ثم نقوم بتحويلها باستعمال الهيدروجين بيروكسايد ومصدر آخر للأشسيال الهيدروجين كلورايد هذه الثلاثة إذن الفيروس كلورايد الهيدروجين بيروكسايد والهيدروجين كلورايد لكي نتحصل على الفيريك كلورايد الفيريك كلورايد نوضيفه مع سكر لكي نتحصل على لكي نتحصل على سكر اذا انتهى التبلغر الفيروس كلورايد اذا هذا هو الفيروس كلورايد ومصدر لونه أخضر هذا في الأصل يظهر أخضر أكثر انظر يظهر بأنه يميل لون الأحمر إلى لون الفيريك كلورايد ولكنه في الأصل فيروس كلورايد إذن نستطيع الآن أخذ وزن الكمية التي نحتاجها وزن الكمية انظر انظر كيف هو أخضر هذا هو الفيريك كلورايد الآن نزن الكمية التي نحتاجها ثم نضيف عليها الكمية التي نضيف عليها كمية مناسبة من الهيدروجين بيروكسايد لتحويلها إلى الفيريك كلورايد إذن الفيريك كلورايد تحصن على كمية مناسبة تفأس بها إذن هذا هو الفيريك كلورايد تيترا هيدريد إذن كلوريد الحديدوس ربيع الإيميها تقريبا لأعلم الوزن 350 غرام إذن هذا المنتج طبعا أنا وضعته داخل قرورة محكمة الإغلاق حتى يعني على الأقل يقلل من السرعة تأكسد حتى لا يتحول هذا الفيريك كلورايد إلى فيريك كلورايد إذن هذا أريده على هذا الشكل إذن فيريك كلورايد عندما أريد الفيريك كلورايد أنا سوف أكسده باستخدامه أكسيدات ولكن أنا أريد أن أحفظه على هذا الشكل فيروس كلورايد تيترا هيدريد إذن أضعه في علبة محكمة الإغلاق على الأقل ينقص من يعني يكون فيه بطء في في التأكسد أنا أعلم أن الغاز يستطيع الدخول ولكن بسرعة بطيئة جدا إذن هذا هو الفيريك كلورايد إذن لدينا الفيريك كلورايد نستطيع الآن تصنيع نستطيع تصنيع نستطيع تصنيع نستطيع تصنيع نستطيع تصنيع نستطيع تصنيع هكذا في فيديوهات أخرى إن شاء الله ربما سنحاول تصنيع هذه المنتجة التي قلت لكم تكلمت لكم عنها إلى اللقاء